على كل حال قالت هذا طيب شيء الثاني عاد وهو مهم جدا ومن أهم الأشياء في محاضرة اليوم كيف يتم الترانزيشن هذا الانتقال من الدنيا إلى الأفتر لايف لا يتم على نحو واحد مع كل الناس أحيانا يكون هذا الترانزيشن أو الانتقال سموث سلس جميل كام هادئ مبهج وأحيانا يكون عكس ذلك والحمد لله في معظم الحالات يكون على النحو الأول وهذا من رحمة الله لا إله إلا وفي حالات أقل بكثير يكون صعبا جدا لا إله إلا هتقول لي يعتمد على شيء نعم بحسب الظاهر قال لك ما الذي يحدث في آخر لحظات أو في آخر ساعات وربما أيام أيضا المحتضر يبدأ في التخلي يبدأ يتخلى أنه خلاص لم أعد مرتبطا بالدنيا حتى زوجتك حتى زوجتي وحتى أولادي وحتى بيتي وحتى حيواناتي الأليفة وحتى علمي وشهاداتي وأملاكي ورسالاتي وعلاقاتي كل شيء دعني لا يبدأ لا يبدأ ستقول لي على فكرة هذه الحقيقة نحن ما زكين نعيش في الدنيا ونشبتين ونقطع أرحمنا ونفقد صدقاتنا ونعمل عدوات كله على شان دنيا وقلت لي وقلت لي وانا وكرامتي وعزة نفسه والكلام الفخر أخير. إذا بدك تغادر بطريقة جميلة ومحترمة خليك ذلك الإنسان الجميل السهل الهين اللين اللي لا بعاقب ولا بحاسب ولا بعاتب. كله الله يسامح الله يسامح الله يسامح حياتك بتكون ما شاء الله وموتك بكون أجمع من حياتك. فقال لك إذا بتعمل هذا حتى عن الهوب يعني عن الأمل ما عندي أمل وما بديه ما بديه البقاء في الدنيا. إذا تخلى بتكون آخر مرحلة في التخلي التخلي عن أناك. الإيغو تبعك. تعمل تخلي عن الأنا كمان اللي بتميزك عن عن الآخرين. أنا حدودي. تتخلى ما ما في مشكلة. قل لك يكون انتقالك يعني وسهل طريقة سلسة سموت لي يعني بصير. ومن أجمل ما يكون. العكس صحيح. إذا عندك تعلق ارتباط. بس بيتي بيت اللي اشتريته الجميل أو زوجتي أو ابني شهادتي علمي رسالتي في الحياة أي شيء أي شيء بمقدار ما عندك ارتباط يكون ارتحالك صعبا جدا. وما بتم بسلسة. لا إله إلا الله. ستقول لي إذن هذه الرسالة إنا لله وإن إليه. لأول مرة حنفهمها من الزاوية هذه. إذا كنت أنا بنفسي كلي لأ الله. أنا ما بأملك نفسي. في واحد ثاني بملك لي. لا إلا هو. أنا ما بأملك حالي. هو بملكني. أنا إله. فهل أنا إلي بإزاعه هو اللي أنا إله. أي حاجة ما إلي حاجة أنا. ما إلي حاجة. انتهي خلاص. حتخلى. حتخلى عن كل شيء. طلع فعلا هو مش إليه. كل شيء عارية مستردة النبي قال حتى أولادك. مش إليك. أنت خلقتهم. لا. حتى ذكائك وشخصيتك. أنت خلقت شخصيتك. أنت أعطيت نفسك هذا الطول وهذا العرض وهذا اللون وهذا الجمال وهذا الذكاء. ولا أعطيت حالك حاجة. هو اللي خلقك وأبدعك وأعطاك وخولك وملكك. كل شيء أعطاك إليه إلا. وأعطاك حياتك. وأنفاسك المعدودة. كل شيء إليه. فأنت لازم. على فكرة اللي يعيش في المنطق هذا. اللي يعيش في المنطق هذا. التخلى عنده الموت بكون عنده تلقائي. وتكلي بصير لحال ولا لحال يعني. ما في أي ولا بتعوق لحظة. لأنني مش مش شبت بأي شيء. أشبدي في الدنيا. ما بيهمني الدنيا. ما بيهمني أي شيء. أجمل ما في الدنيا أهلي وأولادي وأحبابي أحل تقيهم قريبا. والحمد لله المؤمن عنده العقيدة. بمجرد أن يموت الزمن يتوقف. فلو مات اليوم ولحقوا أولاده بعد خمسين سنة سنة سنة. هم بكل حقوقه نفس اللحظة. ليس سيكون في أي انتظار غالي. ما تخافش. تموت اليوم بلحقك حفيدك بعد ستين سنة. كأنه لحقك في نفس الساعة. بإذن الله ما تخاف. الحمد لله. فخلاص. ما قيل الشيء أنا. تركت كل شيء أنا كنت فعلا موظفي ومؤتمن عليه. وأعير لي. عارية هذا. الله عارني إياه. وأنفقه مما يجعلكم مستخلفين فيه. هذا مستخلف بس. ده خذ اختبار. الآن سنرى النتيجة تحت اختبار تبعك. كيف اشتغلت فيما؟ فيما خولت وملكت واستخلفت فيه. محلة الدين. فعلا علم الموت اليوم بأكد نفس الحقيقة. التانيتولوجي. قال لك هو هذا؟ لازم تعمل لازم ممنوع تبقى حتى متعلقا بأناك الإيجو تبعك. ما بدي الإيجو كمان يلا لا إله إلا الله الإيجو حدود الذات لا حتى هذا تخلى عنه. فتنتقل بسهولة وراحة وسعادة. وعلى قدر ما يكون فيه ارتباط وتعلق النقلة تكون صعبة. وحدث أيضا جلوسائي عن الرجل الأخي الكبير يعني. قال لي يا أخي هذا أنا أربعة أيام. ما بالفلان؟ قال لك يُحتضر يُنزع. أربعة أيام يُحتضر يصدر منه صوت منكر. ما بدنا نشبه بشيء. صوت منكر أربعة أيام بليالية. لأنه نفس الشيء لم يكن مستقيما بالمرة وكان ممشى وكله شمال مات. أربعة أيام أخي يقول لي أنا كل يوم أمر وأسمع والناس تسمع من الشارع. وهو ينخر ويشخر والصوت رهيب منكر. عذاب أربعة أيام يُحتضر. الروح ليس هذا تطلع. ما بدها رايحة العذاب والرحة. ولذلك في صحيح مسلم. وعند أحمد وعند غيره. في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه لما يُحتضر المؤمن والمسلم تأتيه الملائكة طبعا وأحسن صورة وأحسن أشكال. وأتأخذ روحه تبشره طبعا الملائكة تبشره من الأشياء الجميلة وبرضى الله وكذا أو بالنعيم. فتخرج نفسه وقال لك كما تسيل القطرة من فهم الثقاء. خير كيف يسيل؟ بسلاسة. بسلاسة بسهولة. وقال لك سبحان الله بمجرد أن تخرج الملائكة تندهش من طيب ريحها. وقال لك شرح طيب هذه ما أطيب هذه الرائحة طبتم فادقلوها فالله ما اجعلنا منهم. ظاهرة الحقيقة ترفعها تأخذ الملائكة نفس هذا المؤمن. ترفعها إلى السماء فتأتي بها أرواح المؤمنين. فتعجب أرواح المؤمنين نفسه من هذه لطيب ريحها. ريح طيبة تملأ السماوات. مين هذا ما شاء الله بقول هذه فلان. فيسألونه ما فعل فلان. ترى الرسول فهذا كله علوم الغيب لائها لله. علمنيها النبي. يسألون الروح التي أجدت هذه الطيبة ما فعل فلان. فيقول لهم. ولم يقول لهم أريحوه. لسه حين تأتي من دعب الدنيا. لا الروح لا بدأ تعرف. طيب فلان. فلان هذا يكون مات عاد. لكن لم يأتي عليهم. هم يسألون. فيقولهم أولا يعني أولا ميأتكم. وقال للم نره. يقول لا إه الله ذهب به إلى أمه الهوية. ما هذا يبكون مؤمن للجنة وعند المؤمنين يبكون بعيد كافر وعن نار في أمه الهوية. فمعناها يكون أي واحد ربما يكون من هذه الأمة وكذا. أمرش على المؤمنين. يروح على الكفار يجهنم نسأل الله حسن الختام لا إله إلا الله والله يفتنى والله العظيم تدخل على اليوتيوب الآن. أقسم بالله لا تكاد تصدق نفسك. يبشرون بالكفر وبالالحاد وبالربوبية ويهزأهم من القرآن ومن محمد ومن الإسلام ومن الدفاع حنين. وقال لك إحنا بننور وبنعمل تنوير. ما شاء الله على التنوير. أنتم تلعبون والله العظيم تلعبون بدينكم والله العظيم تلعبون بمصائركم والمشكلة لا أدري يعني لا أدري. تقول لي أنا ما. ولكن أنا يقيني كل إنسان لو صدق الله أو صدق الله في التعرف الحقيقة في تعرف الحقيقة حتما. ستتيسر له تجربة روحية تعرفه الحقيقة ويعرفون الحق واني الباضي. فالله يهدي الجميع ويسعد الجميع. أسأل الله الهداية للجميع ثم السعادة يبيل الهداية بعد ذلك لأنه البموت هيك. أنا والله يعني ماذا أقول لكم؟ يعلم الله حزين أقسم بالله حزين على كل واحد مهما كان. ما عنده إيمان وفرحان بإلحاده فرحان بلا أدريته فرحان بربويته فرحان بشكوكيته ومفكر حاله. الله يهديهم أسكي الله يهديهم وضحهم صعب كثير. هم مش عارفين ما عندهم مش تجربة على فكرة ما عندهم مش تجربة روحية حقيقية. على فكرة هذه التجربة كلها تسمى كمان في العلم هذا إلس. إن أوف لايف إكسبرينسز تكتب إي إل إي إس صغيرة إلس سموها الإلس كلها تدخل تحت إي تحت الإلس هذه ذكرناها ممكن تعطيها اسم واحد إلس تجارب نهاية الحياة خبرات نهاية الحياة. إن أوف لايف إكسبرينسز تجارب وخبرات نهاية الحياة. طيب يقرأ عنها على الأقل. إسأل أمك إسأل خالتك إسأل جدتك إسأل جيرانك تعلم شوف الدنيا كيف كيف الانتقال. اشتركوا في القناة